الخير وين في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في المقابر لا سورة الفاتحة ولا أي شيء من سور القرآن أبدا وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات والنصوص كثيرة في سؤال الصحابة ماذا بقي من حق الأموات علينا ماذا ذكر قراءة القرآن قال الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما والصدق عنهما طبعا مجموعة الحاديث وقضاء مثلا الصيام الواجب عليهما أو إذا كان ما حج مثلا أو اعتمر يحج عنهما والكفارات أيضا الواجبة الكفارات أيضا هذه كلها حتى تبرأ ذمة الميت وكذلك سداد الديون عنهم فيه قراءة قرآن وإهداء ثوابه ما فيه ولذلك يا أخي الفاضل هذه هي الزيارة الشرعية ترجمة نانسي قنقر